النهاردة الحقيقة يمكن زي ما احنا عارفينه ان احنا بكرة هنخد مباراة غدا في ختام طبعا دوري المجموعات بدوري ابطال افراق على استاد الاهلي والسلام زي ما قلنا بعد ما تم تطويره وظهر شكله الجديد واعلنت عنه شركة استادات الوطنية اللي بتدير المنشآت الرياضية كلنا شفنا قدقيل الملعب ظهر بشكل اكتر من رائع احنا بنتكلم في اقل من سنة على تسلمه من شركة استادات الوطنية اللي النهاردة بتتولى ملف الوحدة الاقتصادية للنادي الاهلي طبعا الشكل الجديد زي ما احنا قلنا مش مجرد شكل ومش مجرد استاد فيه يعني كلام معبر طالع من جمهور النادي الاهلي هو وده الحقيقة يعني قيمة قيمة الاستاد افتكر في هذه يعني الجمل او العبارات او الرسائل دي يمكن قلنا مبارح انه اشهر العبارات مستوحى منين جمهور العريضة اللي بالملايين ويمكن الشكل ده النهاردة بيناهل شادات وساعة حتى على المستوى الافريقي مش بس هنا صحيح طبعا الصورة رائعة زي ما بنقول صورة لي باسم النادي الاهلي وكان النادي الاهلي الشكل ده زي ما انت قلت يمكن اشاد به على المستوى الافريقي بشكل كبير جدا جدا اللي ظهر به استاد الاهلي والسلام وده ظهر من خلال الاعلام الافريقي اهتمام صفحات السوشيال ميديا يعني مبدأة الاهتمام الكبير بهذا الاستاد بالاشادة بالاستاد الشكل الجديد وطبعا شركة استادات بتعمل بصراحة مجهود اكتر من رائع وتحدي كبير جدا 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 لكن الصورة اللي احنا بنشوفها وصور قناة النادي الاهلي والاستاد والاهلي لقصر كل ديت شراقة عظيمة جدا جدا مبين شركة استادات النادي الاهلي وملعب فعلا يليق باسم وكيان كبير زي النادي الاهلي بكرا ان شاء الله يكون فتحة خير زي ما احنا قلنا ويستضيف المباراة ديت ويكون يحققوا ان شاء الله نتيجة بكرا ويعني تكون بقى كده ايه بدايتها مسكزان بيقول صحيح